استضافة مثل هذا الحدث ولأول مرة في غرب آسيا وفي السعودية أنظار العالم كلها تتجل السعودية كيف تشوف هالما أمر؟ غير مستغرب نحن جايسين نحق أحلامنا ومستمرين في تحقيق هذا الأحلام أسعدني كثير وأعجبني تصريح سمو الأمير عبد العيز من ترك الفيصل بأنها ستكون الدورة الأفضل على الإطلاق. هو يقول ويطول وإذا قال فعل وشفنا الإنجازات الكبيرة على مستوى الرياضة في الفترة السابقة إنجاز تاريخي بكل ما تعني الكلمة بمعنى. لما تحدث عام 1986 تنظم في اليابان واليوم بعد 37 سنة تنظم في السعودية يعني ما بين دول شرق آسيا. اليابان كوريا الجنوبية الصين كازاخستان اليوم أول دولة من غرب آسيا تنظم هذه البطولة. وحن دائما يتحدث بأننا تفوقنا على أقراننا. اليوم المملكة ذاهبة للعالمية قول وفعل وجالسة تطبق كل ما يطمح لها المواطن السعودي ما زلنا قادرين على تحقيق أحلام أكبر الطموح أكبر والعمل قاعدين نشوف عمل مميز بعد اليابان. بعد كوريا. بعد الصين بعد كازاخستان. اليوم السعودية تنظم هذا المحفل الكبير. أعتقد بأن المملكة قادمة إلى رؤية جدا مميزة. والعمل ما زال قائم. ولله الحمد. ده الله فلاتة يعني اشتركوا في القناة